مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية كنت ننظم لقاء اليوم حول العنف الرقمي بمشاركة صانعات المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً الانستغرام والتيك توك الهدف هو أن نقوم بإمكانهم بإمكانهم المظاهر والأشكال العنف الرقمي التي يتعرضون لها أولاً كنساء ثانياً كصانعات المحتوى لأن المجال الاشتغالهم هو منصات التواصل الاجتماعي فحاولنا معهم نقوم بإمكانهم بإمكانهم من خلالها نتعرف على كيف ممكن نحميهم وندروا لهم الوقاية من هذا العنف أو القانون يقول في المجال وما هي المساطر الممكن يلتاجئ لها بشي يحميوا رأسهم ويحميوا حتى العمل ديالهم طبيعة الحال العمل ديال الصانعات المحتوى بقي ما من الضمش في المغرب بقي ما كنا نعرفوش عليه بززة في الحويش حتى هذا جزء من العمل اللي نقوم به في اليوم الأخير من هذا اللقاء باش نحاولو نتعرفوشنهما الحواج اللي كيتطمحوا لها أو شنهما المشاكل التي تعرضت لهم طيلة المدة تشغال ديالهم وحسب التجربة ديالهم وليممكن نتعرفو عليها ونعالجوها من بعد باش ممكن ان القانون يدخل فيها ويحميها ويأطرها شرفني الحضور في جمعية ديال المشابات من أجل ديمقراطية تحت وارجات العنف الرقمي اللي استفدنا منه بزاف ديال الحواج اللي لم كناش يعارفينهم استفدنا أولا نفسيا ثانيا استفدنا عمليا كيفاش نتعاملوا مع الناس كيفاش نتعاملوا في حساباتنا وكيفاش نكونوا قويين مع التعاليق اللي كي يجيونا وكيفاش أننا نقاوموهم جينا اليوم كمؤثرات بدعوات من مجموعة شابات نيسا الديمقراطية جينا باش نشاركوا في هذا اللقاء بخصوص العنف الرقمي العنف اليوم تحول من فضاء عمومي الى رقمي وجينا باش نبارتاجوا تجربتنا باش ندقوا ناقوص الخطر لان العنف يقدر 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 الانتحار دكسي علينا نقولوا ستوب العنف الرقمي وحسوا بالناس باش تحكموش على اليوم قبل ما تعرفوهم جينا اليوم بدعوة من المجموعة باش نناقشوا موضوع دي العنف الرقمي الصراحة لهذا الورشة استفد مننا بزاف حويش كيفاش نتعاملوا مع الناس الكتبعونا كيفاش نتعاملوا مع التعاليق جينا طني ذلك الشي اللي عدنا هم يستفدنا منهم اكتر كنبغي نشكرهم بزاف 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 وكنبغي ان الامن يزع ما يدخل في هذه المواقع التواصل الشيماعي ويشوفوا يعني كين بزاف الناس كيتعرضوا لتهديد وذلك الشي شكرا بزاف الناس هنا اللي استفدنا منهم بزاف الحويش اللي صراحة قاعد كشلي كنا كنا نعانيوا منو قلناه لهم جيت اليوم كان نضم المجموعة شابات من اجل الديمقراطية اللي اخديت من عندهم بزاف ديال الحويش اللي ما كنتش عارفاهم واكتر حاجة اللي قدرت نستفد منها اللي فهمت اشنا هو العنف الرقمي اللي كانت تعرض لي بشكل كبير اللي منو التنمور سبان بزاف ديال الحويش وما كنش واحد اللي كيدا فعلين واللي كيهدر واللي كيطير لهذا النقاط هادو ومن هاد المنبر ما كرهش الناس كاملين تاوما يطيروا لهذا النقطة هادو وحتى القانون هوا يحمينا ويشوف من الجهة هاد الناس او هاد المؤتيرات اللي كيتعرضوا لواحد الهجوم اللي بشكل كبير وما كيش اللي كيحميهم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية اشتركوا في القناة